السلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة اخرى في فيديو جديد من خلال الفيديو اليوم سنتطرق الصفحة 31 دائما ضمن الدرس الاول استمرار لانجاز تمرين الدرس الاول في الوحدة الثانية الاعداد من 0 الى 999 المرجع الجيد في الرياضيات للمستوى الثاني اقوموا تعلماتي تمرين رقم 17 وحيطوا بالازرق العدد الاكبر وبالاخضر العدد الاصغر اذا سنبحتوا العدد الاكبر ونحيطه بالازرق والعدد الاصغر بالاخضر اذا لاحظوا معايا هنا عندي جميع الاعداد مكونة من ثلاثة ارقام وعندي عدد واحد مكون من جوج الارقام اذا مباشرة سنعرف بان العدد المكون من مزيج الارقام هو اصغر عدد نحيطه باللون الاخضر وبالنسبة الاكبر عدد انا بدا بنقارن لان جميع كما قلت جميع الاعداد كتكون من ثلاثة ارقام اذا ابدأ العدد من رقم المئات عندي اربعة واحد ثلاثة ثلاثة واحد اذا اكبر رقم من هذا الارقام المئات هو اربعة اذا اكبر عدد هو اربعمائة اربعمائة هو اكبر عدد سنحيطه بالازرق تمرين رقم 18 وقارنه باستخدام احد الرمزين اصغر او اكبر اذا سنبدأ المقارنة كالعادة عندي هنا عدد مكون ثلاثة ارقام ثلاثة ارقام اذا كنبدأ برقم المئات عندي هنا اثنان اربعة اربعة اكبر من اثنان اذا اصغر الرمز اصغر لان مئتين وستة وسبون اصغر من اربعمائة واحد وكما كنقول دائما الرمز يتجيه الى العدد الاكبر كفمي التمسح اذا هنا عندي اه كذلك نبدأ بالمئات ثلاثة ثلاثة من كي يكون التساويق الانتقل للرقم الثاني اللي هو رقم العشرة تسعة اربعة تسعة اكبر من اربعة اذا الرمز اكبر اه هنا عندي كذلك نفس الشيء عمد بالمئات اربعة اربعة من كي يكون تساويق انتقل للرقم العشرة تمانية تسعة تسعة اكبر من تمانية بالتالي الرمز اصغر لان اربعمائة وخمسة وتمانون اصغر من اربعمائة وتسعون والرمز يتجيه الى العدد الكبير من ثلاثة تمسح اذا هنا عندي كذلك نفس الشيء اه عدد لكم ثلاثة ارقام كذلك في الجهة الاخرى اذا هناخده رقم المئات ثلاثة ثلاثة هناك تساوي نتقل الرقم العشرات اثناني اربعة اذا اثناني اصغر من اربعة اذا الرمز اصغر نتقل المقارنة الموالية اربعة اربعة هناك تساوي ثلاثة اثنان ثلاثة اكبر من اثنان اذا الرمز اكبر هنا عندي كذلك ثلاثة دلاثة 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 الرموز اصغر او اكبر او تساوي. اذا عندي هنا مئتان زائد تمانون زائد سبعة اذا انكتبو العدد مئتان جوجة المئات تمانية العشرات وسبعة واحدات مئتان وسبعة وثمانون. عندي هنا مئتان جوجة المئات وتسوعة عشرات مئتاني وتسوعون. ونقارن عندي هنا رقم مئة اثنان اثنان تساوي. اذا نمشي الرقم العشرة تمانية تسعة. اذا تسعة اكبر من تمانية. الرمز اصغر. افونا نوضعو هنا من الافضل. قدم العمل اللي يعطينا. عندي هنا مئة واحد في رقم المئات تسعة العشرات وتسعة الوحدات. اذا المقارنة واحد واحد تسعة 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 مئة وتسعة وتسعون تساوي مئة وتسعة وتسعون. انتقل التمرين رقم عشرون. ارتبوا تزايديا الاعداد على الشريط. اذا نرتبوا تزايديا هذه الاعداد اي من من الاصغر الى الاكبر. اذا عندي بدينا بمية. اذا نشوف العدد اللي مرمية. اذا عندي مئة. عندي هنا ستة تسعة وتمانية امية اذا مئة وتسعة وخمسون. نضرب عليه باش يعني ما يقعش لي اختلاط. اذا غن ناخد العدد اللي مرمية وتسعة وخمسين. ستة تسعة تمانية. ستة اصغر اذا ستمائة واربعون. تسعة تمانية اذا تمانمية وسبعة عشر. ثم تسعمائة وخمسة وتلعة ارتبوا تناقصيا الاعداد دون لغة دي كواسان. اذا عرفنا لغة دي كواسان. في الحصة السابقة. لغة دي كواسان يعني من الاصغر الى الاكبر. والان المطلوب لغة دي كواسان من الاكبر الى الاصغر. غن ديرتوه من الاكبر الى اصغر. اذا نقوم بالمقارنة. هذا كما كتلاحظو جميع الاعداد كتكون ثلاثة الارقان الا تمانية وسبعين. اذا تمانية وسبعين غيكون اصغر عدد غنحطوه هنا. في اللخر دي الله ليستو هنضرب عليه. باش كما كنقول لكم ما يوقعش لي اختلاط. ثم نبدأ باكبر عدد. اذا سبعة خمسة واحد تسعة خمسة. اذا اكبر عدد هو تسعمائة وتسعون. نشطب عليه. يا ليه? اذا عندي سبعة. نبدأ دائما برقم المئات. سبعة خمسة واحد خمسة. اذا الاكبر هو سبعة. اذا يليه سبعمائة. اه هنا بقتلية خمسمائة واربعون خمسمائة واربع وعشرون. ومئة وتمانون. اذا غيرنا بدأ بهذه الاعداد اللي هما اكبر من مئة وتمانين. عندي رقم مئات خمسة خمسة. نتقل رقم عشرة اربعة اثنان. اذا اربعة اكبر من اثنان. يليه خمسمائة واربعون. ثم خمسمائة واربعة وعشرون. ثم مئة وتمانون. رتب احمد بعض الاعداد خطأا في الشريط. الاحظ واوض بالاعداد تلية. اذا قالوا اننا ان احمد رتب بعض الاعداد على الشريط ولكن بعض الاعداد اللي رتب حطها بطريقة خطأة. نلاحظوا الخطأ ثم نصحيحه. واوض بالاعداد تلية. يعني نعوضها بعد الاعداد اللي عطينا هنا. اذا عندي مئة وستة واربعون. ثلاثمائة وسبعة واربعون. خمسمائة وتمانية واربعون. اربعة ومئة وتسعون. واش ممكن ان لا. لان قد على الحرح يكون عدد صغر من ربع مئة وتسعين. اذا عندي هنا العدد الصحيح هو اربع مئة. اربعمائة اربعمائة وتسعون خمسمائة. خمسمائة وعشرة ثلاثمائة واثنين وخمسون. شوفوا ани الخطأ هنا واحد اخر. اذا عندي هنايا. خمسمائة خمسمائة وعشرة. تلاثمائة واثنين وخمسون. اכשיו تمام وزمة التسعون. ثلاثمائة واثنين اصغر من 500 وحنا هنا عندنا ترتيب كما كتلاحظه للكتابة تقريبا تناقصية اذا من الصغير للكبير اذا خطأ غدين ناخد هنا ما بين عدد محصور بين 510 753 هو 630 وغير قلية 810 عندي هنا 753 454 855 اذا العدد المحصور بين 753 855 وشو ممكن انه يكون 454 حنا خصنا عدد يكون قبر من 753 وصدر من 855 اذا كان هنا واحد الخاطأ خصوه يكون هنا 810 كنحاول انه نضرب واحد لغة اللي يقدرو يفهموها الوليدات كنتمنى ان الفيديوهات تكون كنتنا الاعجاب ديالكم السمر 23 823 تمليكو ياسمينو 400 درهم اذا ياسمين عندها 400 درهم اضعوا الرمزة المناسب اصغر اكبر ما كان نقط اذا ياسمين عندها 400 درهم سنضرب إنيع تشري لعبات العناخ بعض المحصور لعبات Jonas 113 500 400 درهم تشري لعبات잖아요 هنا عندنا واحد المقارنات واحد الحسابات نقوموا بها اذا اللحظوا معاى بالنسبة لعبتين هنا powiedzieć que لعبة الضراجة 235 اذا مئتاني وخمسة وتلاتون زائد مئتاني وعشرون درهم خمسة ثلاثة زائد اثنان خمسة خمسة زائد ثلاثة ثلاثة اثنان خمسة اثنان زائد اثنان اربعة اذا اربعمائة وخمسة وخمسون درهم لحظة معايا وش يمكن لها تشري هاد اللعبة وهاد اللعبة لا علاش لانا ثمان لعبتين اكبر من الببلغ الذي تملكه 400 درهم ثمان لعبتين اكبر من الببلغ الذي تملكه اذا لا يمكنها ان تشري الدمية والدراجة اذا ناخده 8 الطائرة وتمان الدراجة مئة وخمسون زائد مئتان وخمسة وثلاثون اذا صفر زائد خمسة 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 زائد ثلاثة تمانية واحد زائد اثنان ثلاثة اذا ثلاثمائة وخمسة ثلاثمائة هنا مجموعة للوعبة ثلاثمائة وخمسة dismantle ممكن لها تشريудиeli طائرة طائرة والدراجة نعم يمكن لها تشري الطائرة والدراجة الطائرة والدراجة نعم يمكن شراءهم شراءهما لانا ثلاثمائة وخمسا وتمانون اقل من الثمن الذي تملكه يعني يعني ستشري الدراجة والطائرة و ستبقى لها القليل من النقود الان كيف يمكنها تشري الطائرة والدمية نتأكدوا كذلك من هذا الشيء اذا 8 الطائرة هو 150 زائد 220 0 زائد 00 5 زائد 2 سبعة 2 زائد 1 ثلاثة اذا 370 370 اذا اصغر من 400 ايضا يمكنها شراء الطائرة والدمية اللعبة التي لا يمكنها شراءها سواء مع الطائرة او مع الدمية هي هنا شراء مثلا عندما تريد شراء الدراجة والدمية فلا تستطيع شراءهما معا لان ثمنهما اكبر من الثمن الذي تملكه هل يمكنها شراء لعبتين نعم يمكنها شراء لعبتين يمكنها شراء لعبتين ولكن كما سنع على يتجاوز ثمن اللعبتين 400 درام لانه هو الثمن الذي تملكه او المبلغ الذي تملكه الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية الدرس اليوم وحصة اليوم الاعداد من صفر الى 999 اضرب لكم وعدا في فيديو قادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة اشتركوا في القناة